ياهلا ومرحبا فيكم قصتنا اليوم من تونس وبالتحديد في منطقة اسمها باجة القصة هذه كلها وبكل تفاصيلها عن الحب فاللي يبي يستمتع بقصص الحب يستمع لهذه القصة لأن فيها أحداث من قلب الشارع العربي في عام 2017 صارت أحداث هذه القصة بس قبل ما نبتدي بالأخير خلونا نعرف القصة من وين تكونت ولوين وصلت في رجل اسمه رشيد الجابري هذا الرجل كان في عيلة جدا محترمة وكان أهل ابن الوحيد حق عائلته أمه كانت تحب حب كبير لدرجة أنها كانت تبتزوجه من يعني إحدى الأقرباء وفعلا تزوج رشيد من بنت عمه هذه المرأة اسمها منيرة لما تزوجها انتقلوا من منطقة بنزارت اللي كانوا عايشين فيها إلى منطقة ثانية اسمها عمدون هذه المنطقة كان فيها أرض فلاحية حقة رشيد من قبل ما ييجي وهو يستقر فيها فعلى طول رشيد قام يستثمر في هذه الأرض عشان يخليها يعني مؤهلة للزراعة وفعلا رشيد هذه شغلته ومهنته اللي هي الفلاحة والزراعة يقضي عليها أكثر وفي هذه الأثناء طبعا زوجته جابت ثلاثة عيال الصغير اللي اسمه حسام انولد عام 1988 في عمدون كانت العيلة جدا ملمومة وكانوا سعيدين وما عندهم أي مشاكل لا من بعيد ولا من قريب بالأخص انهم محترمين وما يحبون يدخلون في مشاجرات مع الناس أبدا يعني كانت هذه العيلة جدا محبوبة مع الآخرين لما ولدت منيرة ولدها هذا الصغير حسام أم زوجها قالت لها اهتموا فيه لأني أنا أحس ان هذا الولد الصغير راح يغير مجرى حياتكم وراح يكون مع أبوه الونيس في كل شيء وفعلا أبوه رشيد حب حب كبير لدرجة انه ما يطلع ولا يدخل ولا يروح أي مكان إلا مع ولده هذا اللي هو حسام حسام من أول ما طلع من هالدنيا وهو كان جدا مطيع وهادئ وما عنده أي مشاكل مع أين كان وكان وهو المحبوب من ضمن أخوانه حق أبوه يعني أقرب العيال حق أبوه فلدرجة انه حتى إذا دخل أبوه للبيت وما شافه موجود على طول يقول أكيد حسام مبهنة لأنه ما في حركة في البيت ولا في مرح ولا في سرور ولا في ضحكات أكيد إن حسام مهنة وفعلا هذا اللي يصير لدرجة إنه أبوه جدا يعني متعلق فيه حسام كبر وفعلا كمل دراسته لكن للأسف إنه ما أخذ مرحلة البكالورية فقام أفاجأ أهله بنقطاعه عن الدراسة هنا الأم ما حبت تترك ولدها خصوصا إنه ولدها حسام أم ربي تربية زينة فما حبت يكون عاطل ويمشي بالشوار مثل ما يقولون يعني يمشي على حل شعره فبالتالي قامت تدور له عن عمل فهنا أكيد أقرب مهنة وأقرب صنعة حق حسام بتكون صنعة أبوه اللي هي الفلاحة وفعلا أخذ أبوه وعلم هذه الصنعة صنعة الزراعة والفلاحة وشلون يعني يثمرون اللي هو الحبوب والفاكهة وفعلا عجب حسام هذا الوضع خصوصا إنه يروح مع أبوه وييجي مع أبوه كبر على هذا المنوال حسام وهو يشتغل في هذه الزراعة خصوصا إنه هذه المزرعة أصلا حقهم فالعائد اللي يتعبون فيه أكيد ما رح يروح سدى وفعلا استمروا على هذا الوضع وحسام كل ما يجي له ويطمح أكثر يبي يسوي مشروع أكبر بالزراعة قال لما يوم من الأيام يما أنا طموحي إني أجيب حيوانات وربيها وأستثمر في لحومها كذلك أجيب صيصان ودجاج وأبيعهم وأيضا أربي النحل يعني يسوي خلية نحل عشان يستثمر من العسل حقه الأم هنا فرحت وقالت لا يا ولدي اللي بتشوفه أنا مساعدة إنك ووقفه بإذن الله معاك حسام كان جدا جدا محبوب مع ربعه ومع أصدقاءه ومع الجيران ومع عائلته كل الناس يحبونه والسبب إنه معطاء وكذلك كريم وأيضا يعني ما يترك أحد في حاله إلا يجي ويطلب منه إنه يساعده وهذه الصفة في حسام منه كان صغير يحب يساعد الناس حتى لدرجة إنه بعض الأحيان إذا قعدوا يشتغلون في الأرض حقهم فمن يخيم الليل يقول حسام حق أبوه يبقى خلاص أنت روح للبيت وأنا بشتغل وأكمل شغلي وأرجع حتى أبوه يقول له لا يا ولدي خلني أشتغل معاك وساعدك يقول لا يبقى خلني أنا أرتاح إذا أنا قمت بالشغل حقي عشان ما يتعب أبوه أكثر من كذا حسام فعلا كان مثالي لأقصى درجة ومو بس كذا حسام كان جدا يعني يحب نفسه ويحب يلبس أحسن ملابس وكذلك يتكشخ ويترتب وفي المقابل يعني يهتم بصحته يروح يعمل رياضة وكمال أجسام لكن كل شي لها حدود يعني حسام ما كان أبدا يتمادى ولا يروح يعني يشرب أو يدخن أو ياخذ شيشة وغيرها أبدا من البيت للعمل وكذلك في أوقات الفراغ يستثمرها في أشياء يعني مفيدة حق صحته وحق نفسه حتى أن أبوه يوم من الأيام قال لي يا حسام برضايا عليك يا ابني لا تجي متأخر فأهو من كلمة أبوه قام يلتزم ثمانية بالمغرب وهو موجود في البيت إلى هنا تمام التمام ما في أي مشاكل لكن حسام في فترة من الفترات اتعرف على وحدة هذه الوحدة من نفس عائلتهم اسمها نجلة نجلة كانت فعلا أول ما تعرفت على حسام حبة حب كبير لدرجة أنه كانت تتصل عليه في أوقات يعني صباح ظهر عصر مغرب عشاء طوال الوقت تتكلم معه تطورت علاقتهم بالسر وهو أيضا ما يبي يتكلم ولا يقول له له خصوصا أنه يحس أنه يعني ما بعد يكون نفسه وكذلك أهله ما يدرون شنو السالفة ولا يبي خيب ظنهم ويقول لهم أنه يكلم بنت من وراهم مع أنه أكيد أن الحب مبحران بس بعض الأهالي وحنا عارفين أن العادات والتقاليد ما يقبلون أن ولدهم يكلم بنت عبر الجوال عشان ما يلعب على بنات الناس وهذا أهم أهل حسام حسام تطورت فعلا علاقته مع هذه البنت نجلة وفي يوم من الأيام صار حسام نجلة وقال لها شو فيها نجلة أنا طريقي كل سيدة وما أحب الطريق المنعوج وانتي الحمد لله أنك من نفس عائلتي من الجابري فهنا عارف العادات وعارف التقاليد وعارف شنو الصح وشنو الغلط أنتي حبيتيني وأنا حبيتك صحيح لكن ليش ما يتوج هذا الحب بشكل رسمي قالت لا لا أنا أخاف وتو الناس قال لها حسام لا إذا أنتي فعلا تبين حبنا يستمر لازم يتوج بشكل رسمي ويكون زواج ما أقدر أني أكذب ولا أقدر أني يعني أراوغ وكم مرة تدخل علي أمي وتشوفني يعني أغبي التلفون أو أقفل الجوال وأنا ما أحب هالأمور أحب أسوي كل شي على مرأة من أهلي وكل شي يكون بالحلال طبعا إهي قالت لا طيب شلون الحين شنو تبيني أسوي قال لها روحي يا نجلة الأمك وفاتحيها بالموضوع كون أن الأم أقرب يعني للبنت من أبوها وقال لها أيضا أنا راح يعني أهيأ أهلي وأفاتحهم بالموضوع شوي شوي راحت فعلا نجلة حق أهلها وأهو فعلا راح حسام حق أهله حسام لما كان يعني يزرع بالزراعة يم أبوه ما قدر أني فاتح بموضوع الزواج انحرج منه خصوصا أني يعني أبوه ما قط مرة يعني اتكلم معاه عن العاطفة وكذا ففي البداية يعني قاس نبضى وقال له شوف يا يبا أنا حاب أني أستقر ويعني أتزوج وشوف حياتي خصوصا أني الحين استقرينا والحين أنا أشتغل في الزراعة وما عندي يعني صحيح مهنة يعني قوية لكنني يعني أقدر أني أفتح بيت أبوه قال له أكيد يا ولدي وهذا يعني شيء لابد منه سنة الحياة أنك تتزوج ذكر هنا الموضوع اللي هو حسام وما تعمق كثير بالكلام مع أبوه عن الزواج راح هنا على أقرب الناس لحسام اللي هو عمر قال له شوف يا عمر أنا أحب بنت وأبي أتزوجها فأنا منحرج أني أكلم أهلي وكذلك يا عمر أنا منحرج منك كون أنك أنت أكبر مني فإذا تزوج أكيد أن هذا الشيء بيصير عيب أن الأبن الأصغر يتزوج قبل الأكبر قال له أخوه عمر بالعكس إذا أنت تحبها وهي تحبك ليش أنك أنت يا حسام توقف نفسك علي أنا بالعكس إذا شفت نفسي أني يعني مستقر أكيد راح أتزوج وإذا أنت تحبها وهي تحبك خلاص تزوج ولكن يا حسام الزواج مسؤولية لازم تكون قدها والزواج معناها ما في لعب ما في خيانة إحنا ما عندنا في هذا البيت هالأمور هذه فإذا أنت عاقد العزم مئة بالمئة فكر أول وبعدين اقدم على الزواج قال له حسام اطمئني يا عمر أنا مئة بالمئة مفكر ومئة بالمئة مقتنع بهذه اللي أحبها نجلة وخصوصا أن نجلة أيضا بنت من نفس العيلة وكذلك تعرفني وتعرف أهلي وأنا أعرفها وأعرف أخوانها وأعرف أهلها فما بيصير أي مشاكل فبعدها عمر بارك لمقدما راح هنا آخر شي علمها أمه اللي هو حسام قعد وياها وقال لها شوفي يا يمه أنا أبي أخطب بنت لفلان الفلاني اسمها نجلة قعدت الأم منيرة تفكر قالت لها شوفي يا حسام أنا عرفت البنت البنت بنت فريد الجابري هذه البنت من عيلة جدا عصبيين وشوي يعني شايفين نفسهم وما هم راعين يعني الزيارات تعاملهم مع الناس أنا أشوفها مطيب فيا ولدي يعني يليت أنك تخلف النظر عن هذه البنت خصوصا أن أهلها ما يصلحون لنا لأنهم رواعي مشاكل والبنت يعني أكيد ممكن تطلع مثلهم قال لها لا يمه البنت غير وصدقين راح تنعجبين فيها وتحبيها الأم أكيد لأنها تحب ابنها حسام ما راح توقف في طريقة فقالت لها شوف يا ولدي اللي تبي تسويه سوا أنا حدي أني يعني أقول لك راي لكن الباقي عليك وفعلا حسام راح في اليوم الثاني على طول أجاب هذه اللي هي حبيبتها أو اللي يبي تزوجها نجلة إلى أمه الأم هنا استغربت خصوصا أنهم ممعودين على هذه يعني العادات كون أننا ما بعد نخطبك شلون تجين البيت زيارة لنا وخصوصا أن البيت أصلا هذا ما في بنات يعني أم نيرا ما جابت بنات جابت فقط ثلاث أولاد فقالت لها يعني بنتي بكل جرء أنتي جاي البيت قالت لها نجلة أنا جيت عشان أبي أزورك وشوفك وتعرف عليك لأن حسام دائما يمدح فيك ودائما يتكلم عنك بكل خير سلمت عليها الأم وفعلا وضيفتها وجلست معاهم على ما يرام وفعلا بعد هذا اليوم راحت نجلة إلى البيت نجلة فاتحت أمها وأهلها بالموضوع لكن العكسه تماما حدث أن أمها عطتها علق الضرب وخلتها ما تطلع من البيت وعنفتها وقالت لها ما رح تتزوجين من حسام لو على قطع رقبتي طيب ليش مع أنها هذه عائلة وحدة لأن على كلام أمها هذه العائلة ما تناسبنا وغير هذا الشكل أن الولد أصلا عاطل باطل شنو يعني زراعة الزراعة ما توكل خبز فقامت هنا وعنفت بنتها حرمتها من الطلعة بعد يومين قدرت البنت هذه نجلة أنها تهرب من البيت وتركض ركب إلى بيت حسام حسام ما كان بيتها يعني في وسط البلد كان شوي في الأطراف فلما راحت لهم قامت تصيح وقالت حق حسام السالفة أن أمها رافضة أنها تتزوج رفضا قاطعا فهنا كانت أم نيرة جال سيمها وتواسيها وتهدي فيها اللي هي أم حسام في هذه الأثناء مر عليهم اللي هو والد حسام فلما دخل شاف البنت اللي هي نجلة عرفها أنها بنت فريد سلم عليها وطلع لكن هنا جت على طول زوجتها أم نيرة وقالت لها شوف يا رشيد هذه البنت مسكينة أمها عنفتها وضربتها وهي الآن هاربة من البيت وجاية لعندنا وأنا خايفة أن تصير مشكلة كبيرة كون أن البنت ما هي مرتبطة بولدي بشكل رسمي وموجودة في البيت نخاف أنه يعني الناس تسمع وأنه يعني يقولون شي فيها سيء أو فينا فهنا الأب قال لها أها يعني هذه البنت اللي هي بي حسام يتزوجها قالت لأيي قال لها خلاص أنا راح أتصرف في الموضوع رجع مرة ثانية للبنت نجلة وهي كانت قاعدة ومقهورة وحزينة وتصيح ما هي عارفة شلون تتصرف مع أهلها فراح قال لها شوف يا بنتي أنتي تحبين حسام قالت لأيي قال لها طيب ليش ما يكتمل الموضوع قالت لها شوف يا عمي أبوي راعي مشاكل عمرا ما قعد يمي وعمرا ما سمعني دائما يسمع كلام أمي وأمي دائما ما عندها تفاهم ولا عندها حوار أبدا ما عندها إلا الضرب والتعنيف فيني وفي خواتي فقالت لأنا ما أبي أقعد معاهم ما يسمعوني وحتى أنه يعني اختياري وقراري ما عجبهم فبالتالي يعني أمي ضربتني وعنفتني وأنا ما أبي مستحيل أرجع للبيت فقال لها رشيد أبو حسام خلاص أنا يحترموني وأنا أحترمهم وهذا يعني الحب رح يعني يكون بشكل رسمي ما هو عيب إذا كان يعني فيه هدف الزواج عطيني يا بنتي رقم أبوك أنا أكلمه وأتفاهمني فعلا قامت البنت وعطت رقم أبوها طلع هنا أبو حسام إلى يعني برة الحوش أو التهوية وقعد يتصل على أبو نجلة وقال لأبو حسام تعال للبيت أبيك ضروري في موضوع مهم جدا جاء فعلا أبو نجلة إلى البيت وأول ما جاء طبعا ما شاف بنته لأنه أخذ رشيد والدامة كان ثاني خارج البيت جالسين يشربون القهوة وقال لأ شوف يا أبو نجلة ترى أنا فرحان كثير وما بيك يا أبو نجلة أنك يعني تصدني البنت تحب ولدي ولدي حبها وأنا أبي أتقدم لها بشكل رسمي للزواج من ولدي إيش رايك يا أبو نجلة أن نحن يعني نسوي هذا الزواج بشكل رسمي قام هذا أبو نجلة وسكت أبدا ما تكلم هنا رجع أبو حسام وقال لأ شوف يا أبو نجلة أنا أتقدمت لبنتك صحيح لكن إذا تابونها زيارة نجيكم وأيضا إذا أنت تبي تعطيها ناس ثانين متكلمين عليها قبلنا ترى ما في مشكلة عادي الزواج قسمة ونصيب بس عندي لك طلب واحد أرجوك أرجوك لا ترفضها قال لها شنو قال للبنت أبيك أنك تمسكها وتحافظ عليها إهي بنت محتاجة الحنان الأب ومحتاجة الحنان الأم أرجوك لا تطقها لا تعنفها لا تصرخ عليها لا تضربها حتى لو إنكم رفضت ولدي لا تعنفوها ولا تطقونها هذه البنت معانا موجودة في البيت وخايفة منكم إنكم تعنفونها قام أبو نجلة وقال خير إن شاء الله وين البنت خلها تجي قال لا تمام رح نادى نجلة نجلة طلعت وراحت مع أبوها وما في أي ردة فعل من الأب لا موافق ولا رافض طلع مع البنت وراحوا إلى حل سبيلهم رجع هنا الأب وقال خلنا ننتظر يمكن يصير فيه موافقة يمكن يقبلون أو شيء لكن بعد فترة حسام عرف إن أهلها قعدوا هنا يضغطون عليها إنها أبدا لازم تقطع علاقتها مع حسام إذا مو بالطيب بالغصب فهنا على طول كل يوم متالي تصيح وتتصل على حسام وحسام ما هو عارف شنو يسوي يخاف إنه يهربها يخاف إنه يسوي لها مشكلة وهنا الطيح الواقعة ويصير يعني المشكلة مشكلتين وهو يبي البنت ويبي إنها ياخذها برضى أهلها أهلها ما عندهم تفاهم وظل على هذا الحال حسام كل يوم يبي يعني العلاقة تطور يكون فيها شيء رسمي دون فائدة إهي لا جاية تتقدم اللي هي نجلة ولا جاية تتأخر إهي تبي تتزوج من حسام بأي طريقة أو أهلها رافضين لأنهم متجابرين ويبون يعني مهندس دكتور وظيف مرموقة وكذلك دارس يعني يبون شيء يناسبهم بالغصب أو بالطيب على العموم في يوم من الأيام وخصوصا في فترة الحج عام 2017 أبو نجلة رح للحج فلما رح للحج انتهزت الفرصة نجلة وهربت من البيت وراحت حق حسام حسام لأنه يحب أهلها ويخاف عليهم من المشاكل ومن القيل والقلقال فأخذ هذه نجلة وودوها بيت صديقة أهلها ما كانوا يدرون ولا كانوا يعرفون أن البنت هربانة مع ولدهم وفي هذا الحال جاءوا هنا العم والخوال وكذلك الأم بالعصي طقوا الباب وين البنت وين البنت قالت الأم أي بنت قالوا البنتنا نجلة اللي أخذها ولدك هربها قالت شوفوا أولا ولدي مستحيل يجي البيت وياخذها بنتكم هي اللي اتصلت وبنتكم برجولها طلعت من البيت ولو فعلا أنتوا تابون تعالجون الموضوع كان قبلتوا بالزواج من البداية ولا أن البنت تسوي هذه الحركة ويمكن أنها تفقد شرفها بسبب تعاملكم هذا العنيف قاموا هنا بالعصي وبالنعل وبالضرب يدورون على نجلة لما فعلا عمر أخو حسام اتصل عليه وقال لوينك جيب نجلة بسرعة لأنه يبون يذبحونك بالعصي وهذا هم دخلين علينا البيت جاء فعلا عمر وكلم نجلة وراحوا هو إياها إلى الشرطة خافت نجلة ترجع لها ويضربونها فهنا الشرطة ما أدري هناك عن القانون التونسي شلون بس المهم أنهم عطوهم تعهد ما يتعرضون للبنت ويخلونها على حريتها إذا تبي تتزوج من هذا الرجل حسام وفعلا وقعوا على هالتعهد ورجعوا للبيت جاء أبو نجلة إلى تونس بعد ما كمل فريضة الحج وهنا رشيد أبو حسام قال الكلام قاعد يتداول بين الحارة والكل قاعد يتكلم عن شرف البنت أنا لازم يعني أروح أحل الموضوع وفعلا قام رشيد وراح في زيارة حق أبو نجلة كون أنه يسلم عليه لما جاء من الحج وكذلك قاعد يقول له أنه نحن جايين بصفة رسمية نتقدم حق البنت نجلة ونبي نخطبها من ولدنا حسام الأب هنا صمت ما تكلم لكن هنا العم قال له أكيد إن شاء الله خير والبنت تاخذونها ما عندنا أي مانع وموافقين من البداية وقال له كلام طيب وكلام زين فرح هنا رشيد ورجع للبيت لكن ما إن استمرت خمس إلى ستة أيام إلا البنت تصيح أهلها يعنفونها ويطقونها الأب والأم يقولون لها لو على جتتنا هذا الولد ما رح تتزوجينا نهائيا فهنا على طول حسام إيش سوا قال له له شنو الحل شا سوي قالوا لأهلا ما في إلا حل وحيد ابعد عنها خلاص ما نبي مشاكل وخصوصا في هذه الفترة قاعدوا يسمعون تهديدات رايحة وجاية من أهالي الحارة ينقلون لهم الكلام إن الأب يتوعد إن إذا شاف حسام راح يقطع تقطيع ليش ياخذ بنته داك اليوم وإديها بيت صاحبة فهنا فعلا حسام استمع الكلام أهله وقال حق نجلة يا نجلة خلاص لازم نبتعد اليوم قبل بكرة لأن هذا الزواج مجاي يستمر وفعلا نجلة أخذوها أهلها وودوها منطقة ثانية تكمل دراستها خلاص كل واحد في حالة وكل واحد في طريقة لكن بعدها جات نجلة تدرس في جامعة في تونس ومن هنا رجعت عاودت الاتصال بحسام وعرفوا أهلها مرة ثانية إن العلاقة رجعت كما كانت من قبل وحسام مو قادر يترك هذه البنت حاولوا أهله معاه وهو يقول ما أقدر نهائيا لكن أهل حسام شافوا إن الوضع يزيد وإن التوترات قاعدة تشتد وإن التهديدات قاعدة يعني كل ما يجي لها وتصير أكبر وأكبر حتى إن الأهالي يقولون لا تخلون حسام يمر لأنهم بيذبحونه فهنا الأب رشيد خاف على ولده وما سكى قال له اليوم قبل بكرة يا ولدي روح هج أي منطقة أو أي مدينة في تونس واسكن فيها حتى إنهم ما يقدرون يوصلون لك لأن البنت مثل ما قلنا قاعدة تتواصل ويا وهي أيضا تتحارب وتعاند أهلها وتقول بتزوجها غصبا عنكم فهنا فعلا راح حسام إلى منطقة اسمها باجا وهناك استقر بالسكيتي وبالسر عند أهلها وبالأخص عند خالتها اللي هي أخت أمها وفعلا ابتعد نهائيا عن هذه المنطقة وظل هناك مع خالتها شهرين ونص في هذا الوقت كانت الأم تزوره وكذلك الأب بين الحين والآخر وبينما هم كذلك يعني انقطع نهائيا عن نجلة ما بينهم إلا فقط تواصل عن طريق الجوال لا يلتقي فيها ولا إيه تلتقي فيه ومن شدة خوف عائلة حسام على ولدهم السيارة حقتها خلوها عندهم عشان ما حد يشوف سيارته في أي مكان ويتهجمون عليه لهالدرجة تخيلوا كأنه مسوي جرم هذا الولد حسام المهم إن الأم هنا راحت يوم السبت تزور ولدها فقالت لها يا ولدي شلونك؟ قال لها يا يما أنا زهقان ودي أني يعني أعيش معاكم لكن عارف أنا يعني في مرحلة خطأ ويا يما أنا شوي خايف من هذه العيلة فقالت لها شوف يا ولدي انتبه كون مسؤول عن نفسك ودور لك هنا على عمل وإحنا إن شاء الله بنعاونك ورح إن شاء الله تتزوجها وتسكنوا في هذه المنطقة باجة ما رح أبدا أرجعك إلى عمدون وهنا الأب أيضا مسكه وقال لا لازم يا ولدي تبتعد عن البنت لا تخليها تقابلك نهائيا ورجعوا مرة ثانية إلى ديرتهم اللي هي عمدون بعد ما شافوا ولدهم وطمأنوا عليه وهو ساكن بين أهل الثانين اللي هي خالته وكانوا مرتاحين ومستقرين ما في أي مشاكل لكن في يوم الأحد الفجر تقريبا على الساعة ستة قاعد هنا الأب يصلي رشيد وقال حق زوجته شوفي يا منيرة بما أن ولدي استقر هناك إش رايك يا منيرة إني أستعجل أبيع أرضي هنا أشتري لأرض هناك يسوي فيها مشاريع اللي كان يطمح فيها من الزراعة وتربية الحيوانات وكذلك النحل وأيضا أشتري لبيت هناك يسكن فيه ويستقر فيه بينما هو يتكلموا إياها بمستقبل ولده إلا سمع صوت سيارة قريبة من بيتهم فتح النافذة إلا شاف سيارة مين سيارة أم نجلة جاية لعندهم قال الله يستر من هذه الفاجعة الأم جاية لحد البيت عندنا أكيد راح يكون فيه طق وعنف طلعت لها الأم أم حسام خير يا أم نجلة شنو فيه قالت لها وين بنتي قالت أم حسام بنتك ما هي موجودة ليش شنو فيه قالت بنتي هربت وين بنتي أحسن لكم قبل أني ما أسوي مشكلة قالت لها هنا أم حسام شوفي يا أم نجلة إحنا قصدنا خير والبنت تبي وإحنا نبيكم وإحنا ناس محترمين ما عندنا مشاكل ولا عندنا همجية جلسي وقعدي معاي نشرب شاي وقهوة قالت لها لا أنا أبي الآن تجيني بنتي والله إذا ما جت لسوي مشكلة وين بنتي وين حسام ابنكم إيه تبي تعرف وين مكان حسام فقالت لها حسام موجود لكن بنتك مو موجود معا خلينا نتأكد وإذا صارت بنتك مع حسام صدقيني أنحنا نجيبها لعندك فالأم هنا منيرة شافت مع هذه أم نجلة زي البطل أو الغرشة هذه البطل كأن فيها مادة حارقة مثل البنزين أو الأسيد وغيرها فقالت لها شنو هذا اللي معك يا أم نجلة قالت لها لا أنا هذا ما راح أحرق فيه بيتكم صدقيني لكن إذا ما رجعت بنتي راح إني أرتكب جريمة في حقهم وكان معاها مين في هذا الوقت كان معاها سلفة أو أخو زوجها وفعلا بعدها شافوا ما في فايدة وطلعوا راحوا ورجعوا للبيت هنا الأم ماتت من الخوف وقالت حق ولدها عمر الحين تتصل بحسام تشوف شنو الصالفة فعلا عمر اتصل على حسام يشوف شنو الصالفة خصوصا إنهم جايين من عنده من الليل وما كانت موجودة هناك اللي هي نجلة فهنا حسام قال له إيه فعلا موجودة عندي نجلة جات عندي لأنهم قاعدين ناوين لي على شر قاعدين يرسمون مخطط وكمين يوقعوني فيه عشان أنسجن ولا أطلع منها ممكن مخدرات أو حشيش وغيرها فهنا عمر قال له شوف يا حسام ما إحنا قلنا يعني ابتعد خلاص رجعتنا الآن من البداية والحين بتصير الأزمة والمشاكل وإحنا نعرفهم دولة عائلة همجية قال له طيب أنا شا سوي البنت جات لعندي وهي خايفة وتقول لي يا حسام انتبه من نفسك تراءهم بيسوون لك كمين فهنا فعلا قام عمر أخذ أمه وفعلا بسيارة حسام راحوا إلى وين إلى باجة اللي ساكن فيها حسام مع خالته أول ما دخلوا الأم هنا جلست مع ولدها وقالت لش اتفقنا يا ولدي يا حسام انت رجل عاقل ذكي يعني مسؤول ما انت عاصي ما انت مراهق ليش تسوي كذا قال لها شوفي يا يمه أنا ما سويت شي ولا قلت لها تجيني هي تعرف مكاني اني أنا في بيت خالتي وجاية هنا هي عشان اتنبهني ما أقع في الكمين حق أهلا لأنهم يبون يا يقتلوني يا يودوني السجن فهنا الأم كانت موجودة نجلة فسألتها قالت هل صحيح هذا الكلام قالت لها ايوا يا خالتي الكلام هذا صحيح لأنهم يبوني يقتلون حسام وأنا جيت أنا بها وحذرة من هذه المشكلة فهنا الأم اتصلت برشيد وقالت لها أرجوك انك تتصرف بأسرع فرصة عشان ما تحتدم الأمور خصوصا ان البنت معانا ما نعرف شلون نرجعها لهم ففعلا قام هنا رشيد واتصل بمين اتصل بعم البنت وجاء عم البنت وقعد معاه يتفاهم وفعلا وداه بيت أخته قال له شوف عطني ساعة وحدة وأجيب البنت لعندك لكن خل الأمور بالكتمان ولا تصعدونها وتجيبونها يعني في حالة عنف وعداوة وعصي وسكاكين وذبح وغيرها فهنا العم قال له خير ان شاء الله وبينما هو كذلك العم واقف يتكلموا إياه بيت أخت رشيد إلا جاله تليفون وعلى طول قام وركض شغل سيارته وفر ما يدري أبو حسام مين راح فهنا شك أبو حسام إنه في الأمر مشكلة وقام على طول أبو حسام وشغل سيارته وراح إلى باجة ويا ليتا ما راح لما دخل شاف الدنيا مطمومة والناس يصيحون ويبكون والبيت بيت خالت حسام كلها مسبح بالدمان شنو السالفة شنو اللي حصل راح أقول لكم بالتفصيل مو إحنا قلنا إن عمر أخذ أمه إلى بيت خالتة اللي هي حسام هناك وراحوا بسيارة حسام جلسوا هناك وبعدها عمر قال أنا لازم أطلع وعندي شغل فيه يعني عمدون ترك أمه وهي موجودة فيه بيت خالتة وشغل السيارة وفعلا راح أثاريهم قاعدين يراقبون البيت عرفوا سيارة حسام وعلى طول حاقتوا السيارة من الأمام ومن الخلف لا يقدر يتقدم اللي هو عمر ولا يقدر يتأخر نزلوه بالغصب وبالجبر من السيارة على طول أبو نجلة قام وضربه كف على وجهه وبعدها قاموا وحطوا السكين في بطنة قالوا لها والله بنبجر بطنك إذا ما نفذت أوامرنا أخذوه وركبوه في سيارة عم البنت وقالوا حق ولدهم أنت شغل السيارة سيارة حسام ولحقنا وفعلا قالوا حق عمر يلا يا عمر الآن تدلينا مكان أخوك حسام ولا هو الله بنذبحك المشكلة هنا عمر محاقط من أربعة تخيلوا أربعة محاقطين يمين وشمال العم والخال وكذلك الأب كذلك ولدهم يعني أخو نجلة فبينما هو كذلك حاول يتصل بأخوه حسام ولا بأمه أخذه والجوال من عنده ورموه وبعدها ما قدر إلا أنه يوصلهم إلى البيت اللي في حسام دخلوا هنا زي الهمج هذول الأربعة الخال والعم والد الخال والد العم وكذلك أخو نجلة إلى البيت على طول أول ما شافه والأم أخذوا السكين وبجروا راسها طعنوها على قمة راسها ومن ثم قامت تصيح وتصارخ الأم وتبيتكلمهم وتهديهم دون فايدة وين حسام وين حسام إلا راحوا يركضون له في الغرفة الأم هنا ما هي عارفة شنو فيه وأصلا ما هي حاسة إن فيها طعنة لأنها خايفة على ولدها فهي رايحة تركض تقول أرجوكم هدوا ولدي أرجوكم خلوا ما مداها تتكلم إلا معاهم هذول الأربعة أربع سكاكين يبجروا فيه عطوه ثلاث طعنات الطعنة الأولى هي القاضية حق حسام طعنوه في رقبته بيك الطعنة اللي سدحته وما قام منها وطعنوه في بطنة وكذلك في ظهرة وبينما هم قاعدين يطعنونا قاعد يصيح اللي هو حسام يقول يا يم تعالي إنقذيني راح يقتلوني راح يقتلوني الأم شنو تخلي وشنو تهدي وشنو تسوي وكذلك عمر شنو يسوي لأنهم ما سكين أيضا ويضربون ويطقون فيه أول ما تركوه راح على طول يصارخ بر البيت إنقذوني إنقذوني تخيلوا إن كانوا فيه ناس موجودين بس ما تدخلوا وخافوا لأن هذه العيلة معروفين بهمجيتهم معروفين إنهم صليطين اللسان وكذلك عدائيين ما يتفاهمون إلا بالسلاح الأبيض على طول بعد ما قتلوه طلعوا من البيت وتركوه هتاب رب دمانة وأخذوا بنتهم معاهم والبنت تصيح ليش تقتلونا لا تضربونا لا تموتونا ما سمعوا كلامها ومشعوها من راسها إلى البيت الحين الأم قاعدة تصيح وتولول على ولدها لكن ما كانت تدري الأم إنها ما طعونة في راسها لدرجة إنه بغى يغمى عليها ودوها للمستشفى على طول سولها 13 غرزة على راسها أما بالنسبة لحسام دخل هنا الأب مفجوع رشيد خصوصا إن أعز ما عنده ولده هذا حسام أول ما شاف حسام بهذا الشكل من سدح وممدد على الأرض قام يصيح يا ولدي إنهض يا ولدي إنهض دون فايدة أخذ ولده على طول جاو الأمن وعلى طول جاو هنا الدفاع المدني وكذلك الإسعاف أخذه إلى المستشفى كده على طول فارق الحياة من البيت وهنا أثبت التقرير الطب الشرعي إن الطعن الأولى اللي سببها الأب فريد الجابري كانت إيه القاضية وعلى إيش يا ترى ليش البنت تحب طيب البنت هي اللي هربانة وهو ما لذنب وحتى لو البنت ليش تتعاقب على علاقة حب طيب ما ارتكبت لا ذنب ولا سوت شي غلط على العموم حكمت عليهم المحكمة هذول الأربعة العم والخال والابن والأب وابن العم بالإعدام لكن إحنا نعرف إن في تونس ما عندهم حكم الإعدام فبالتالي أكيد راح يقبعون في السجن حياتهم الطويلة اللي يبي يشوف صور حسام وحبيبته وكذلك الأب شلون منهار وهو يحكي وأم عمر يتابعني على رابط الانستجرام اللي راح أحطه في أسفل الوصف وكذلك في التعليقات راح يكون مثبت للأسف إن حسام راح ضحية حب وراح هذا الحب فعلا في مهب الريح هذه نهاية قصتنا لليوم أنتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو